حتى يتبين لهم أنه الحق 44 في القرآن نجدها سورة الدخان سبحان الله النص الذي يتحدث عن الدخان يقول تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون عدد كلمات هذا النص 44 فسبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ما هو أكثر رقم ذكر في القرآن وما هي أكثر كلمة ذكرت في القرآن ربما تعجبون أيها الأحبة الرقم الأكثر تكرارا في القرآن هو الرقم واحد سبحان الله بين جميع الأرقام والكلمة الأكثر تكرارا في القرآن هي كلمة الله سبحانه وتعالى 2699 مرة وهو عدد أولي لا يقبل القسم إلا على نفسه وعلى واحد ماذا يعني ذلك أيها الأحبة يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن جعل اسمه هو الأكثر تكرارا وجعل الرقم واحد هو الأكثر تكرارا ليقول لك إن منزل هذا القرآن هو الله الواحد الأحد فالحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله كم هو عدد ألوان الطيف الضوئي كلنا يعلم أن عدد الألوان هو سبعة تبدأ بالأحمر وتنتهي باللون البنفسجي سبحان الله الذي خلق الألوان هو الذي أنزل القرآن لذلك هذا الخالق العظيم الذي خلق سبعة ألوان في الكون جعل كلمة ألوان تتكرر في القرآن كم مرة؟ سبع مرات بالضبط سبحان الله شيء عجيب لو بحثنا عن كلمة ألوان وألوانه وألوانكم بكل مشتقاتها نجدها قد تكررت بالضبط سبع مرات بعدد ألوان الطيف الضوئي هذه الحقيقة أيها الأحبة تأتي اليوم لتشهد على أنه كلام الله أيها الأحبة ما هي مراحل خلق الإنسان بنص القرآن الكريم؟ سبعة الطين النطفة العلقة المضغة العظام اللحم الخلق الآخر سبع مراحل يمر بها خلق الإنسان طيب لو بحثنا في القرآن الكريم عن عبارة خلق الإنسان أو خلق الإنسان كم مرة؟ نجد أيها الأحبة أن هتين العبارتين تكررتا في القرآن بالضبط سبع مرات بعدد مراحل خلق الإنسان الإنسان خلق على سبع مراحل أو سبع أطوار وعبارة خلق الإنسان وخلق الإنسان ذكرت في القرآن كله سبع مرات هذه الحقيقة تشهد على صدقي هذا الكتاب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله عدد طبقات الأرض حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية USGS هو سبع طبقات يبدأ بالقشرة الأرضية الغلاف الصخري ثم ثلاث طبقات وشاح الوشاح الأعلى الوشاح الأوسط الوشاح الأدنى ثم النواء الخارجية والنواء الداخلية سبع طبقات للأرض سبحان الله هل تعلمون أن الذي خلق هذه الطبقات السبع أنبأنا عنها في القرآن قال تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن بالعدد سبحان الله والله أيها الأحبة فإن هذه الحقيقة لا تشهد على أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر